السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معايا مجديد معي حلوناك نتمنىكم تكونوا بألف خير وانتم كتشاهدوا هاد الفيديو اليوم ان شاء الله هنشارك معكم 3 عصائر منعيشة واقتصادية وسريعة تحضير خليكم معايا بيشوفوا المكونات وطريقة التحضير وما تنسوش لأول مراكز والقناة كنقولي شارك في القناة وفعل جرس بيش يوصلك كل وصفات الجديدة ومرحبا بالجامعة نبدأ على بركة الله بطريقة تحضير العصر الاول اللي كيجرائع ومنعيش وما كيحتاج الوقت بالزبب كيحتاج 3 مكونات فقط نبدأ على بركة الله بطريقة تحضير مع ذيك المكونات اللي كنحتاج فيها ليمونة او بورتوكال اللي كنكون نقيها جيدا كيف ما كتلاحظو كذلك حامضة كذلك نكون نقيها غير الحامضة كنحتافظ بالقشرة الصفراء ديالها فقط غير القشرة الصفراء كنحكها بهذه الحكاكة كرقيقة صفي غادي نوضع الكل في الكاس بالنسبة لهذا العصر كيف مما كتشوفوك يحتاج يعني 3 مكونات فقط اللي غادي نشاركهم معاكم كيجي لديد بزاف ومنعيش خصوصيا الى تقدم بارد هنا كنضيف الكمية ديال السكر بالنسبة الكمية ديال السكر فهي كتبقى اختياري على حسب طوقة كل واحد انا كنضيف 3 ملاعق كبار هنا غادي نضيف كمية ديال الماء اللي هي يطرق الا ربع يعني يطرق ما كاملش وغادي نتحل كل جيدا هنا بعد ما طحنتو فانا كنصفيه ضروري البنات كتصفيهم من دك يعني دك الحبيبات اللي كيكونوا ممتحونينش مزيان غادي نصفيه جيدا هنا كيفما كتلاحظو صفيتو كيجي لديد شكل الان غادي نضعوه من جديد في الكاس وغادي نضيف عليه اضافة اللي هي بنانا او موزة وبدون اضافة السكر يعني السكر راه ضفناه في المرحلة الاولى كيفما كتلاحظو غادي نضيف موزة فقط وغادي نعود نتحنوه من جديد هكا يعني العاصر كيكون واجد كيفما كتلاحظو ثلاث مكونات وكيجي لديد بزاف بعد ما اطحنتو فانا كنقدمو كيجي لديد البنات خصوصا الى تقدم بارد فهو كيجي لديد كن اكد يعني غاينى الاعجاب ديركم اما بالنسبة للعاصر الثانية اللي حتى هو كيجي خاتره لديد بمكونات بسيطة وسريع التحضير وما كياخدش معاكم الوقت بزاف ومكوناتو يعني جد جد بسيطة وكذلك كيجي لديد لديد بزاف غادي نشارك معاكم المكونات مباشرة مع طريقة التحضير في الكاس غادي نضع جوجة ليمونات او برتقالات اللي كنكون ننقياه جيدا كيف ما كتلاحظو دهارو ريالبنات تنقي والليمون او البرتقال المزيين بحساب ديك الجلدة البيضاء يعني كتخلي واحد لمرورة في اي عاصر غادي نضيف عليه يطرو ديال الماء بالنسبة لهات يطرو ديال الماء البنات بقالية واحد الكاس يعني سلقت في خزه وكملت عليه واحد يطرو ديال الماء غادي نطحن الكل جيدا بعد ما كنتحن الليمون زيان فانا كنصفيه ضروري لبنات انا يا ضروري كنصفي اي عاصر من هاد اللوب ديال الليمون من الاحسن صفي بعد ما كنصفيه غادي نوضعه في الكاس من جديد باش نضيف عليه المكونات المتبقية كيفما تلاحظو انا حنت عندي ديال الفريزة كبير بزاف يعني لكان صغير فانتو ما كتضب له الكمية كديرو حد سات الفريزات السكر يعني كيبقى لاحظو بالضوغ كل واحد والان غادي نضيف اه ضالون اه ضالون اللي كي اعطيوه حد نكهة خطيرة لهاد العاصر اللي هو ضالون فولوتي غادي نضيفه لهاد العاصر فهو كيزيد واحد لده البنات بزاف كيجي لديد بزاف وكيخطر العاصر غادي نطحن هنا الكل جيدا بعد ما طحنتو فالعاصر كيكون واجد كيفما كتلاحظو كيجي خاتر كيجي لديد بزاف بزاف البنات كنت منا اه يعني احتى هو تجربوه فهو غاين الاعجاب ديالكم ان شاء الله غا ندوزو كدالك باش اه نشارك معاكم او باش نوجدو العاصر الثالث اللي احتى هو كيجي خاطر بزاف وبمكونات اللي هي بسيطة اما العاصر الثالث فهو كيجي رائع وخاطر والديد خليكم معايا باش تشوف المكونات مع طريقة تحضير باش منطول شديكم الفيديو اونا مباشرة كناخد كيس كنكون منقية واحد الحامضة وخيدة لهاذيك القشرة الصفراء ديالها كيفما كتلاحظو هنا البنات عندي حامضة يعني حجم كبير الى كانت عندكم حامضة صغيرة يعني غادي تاخدو جوج حامضات صافي غادي نوضع اليوم يطرو الا ربع ماء وغادي نتحل كل جيدة صافي بعد مما كنتحل الحامض فهو كنصفيه بنفس طريقة صافي هنا كيفما كتلاحظو كنصفي الدك العاصر اللي طحنتني زيان وغادي نوضعو من جديد بالكاس وغادي نضيف واحد ثلاثة ديال تفاحات اللي كنكون منقياهم من القشرة كيفما كتلاحظو يعني هاد ثلاثة دفاحات اللي منقياهم جيدا وكذلك السكر يعني علاحة الضوء كل واحد وغادي نضيف واحد ياغورت او دانون بنكهة الانعناصة البنات هاد دانون كيعطي العاصر واحد الخطورية وكيخليه جيل ديد غادي نطحن هنا لكل جيدا ونطلقعو ان شاء الله صافي هنا بعد ما تحن تفاح مباشرة غادي نقدمو بلما غا نصفي موالوي يعني ما كيلاش حين تصفح من القياه وياهورت او دانون اللي ضفتي يعني ما كيلاش يتصفى غادي ندود مباشرة نقدمو اي عاصر يعني من الافضل يتقدمو هو بارد كيفما كتلاحظو كيجي هاد العاصر سريع تحضيرو كيجي لديد غير جربوه ما غاديش تندمو ودك الياغورت انا نصفه هو كيزيدوا واحد نكهال اللي لديه داع البنات كنتمنا هينال اعجاب ديالكم كنتمنا من العصائل اللي شاركت معكم بليومها يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم فهما غادي يعجبوكم كيجيوا لديك بزاف بصلنا نهاية الفيديو ما تنسوش تخلو لي التعليق ديالكم وتبرتجو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم كنتم نقول لكم السلام عليكم الى فيديو اخر ان شاء الله موسيقى 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 موسيقى